مصدر محمد سعد مع مصدر محمد سعد النهاردة السنة ستة بتلاقي المنهة الجديدة المنهة التيرم التاني جرامور مهم جدا اللي هو على يونت ايت الوحدة التانية في التيرم التاني بعنوان خلنا جرامور مهم جدا الفيديو اللي فات بيتكلم عن المعززات اللفظية لازم تراجع الفيديو ده النهاردة اللي هو الجرامور التاني في الوحدة بيتكلم عن ايه عن حاجة مهمة جدا اي فيديو انت عايزوه حتلاقيه في قوائم التشغيل الجرامور كله في قوائم التشغيل عندي صفحتي على الفيسبوك برضو بعنوان تعلم الانجليزية مع مستر محمد سعد هنا قواعد لغوية عن ايه بيقول ايه بعض الافعال are followed by verb يعني عندي افعال بييجو وراها مهم جدا تعرف الحتة دي ايه هي الافعال دي احنا كاتبين مجموعة افعال هي افعال كتير يعني ايه دي جزئية من الافعال اللي بيجو وراها الفعال انجية عندك في المنهج تمام ايه هي الافعال دي تعال كده نقراهوا مع بعض enjoy يستمتع stop يتوقف continue ايه ده انت قاعد بتقول كده هو تفرج عليك كده تقول يا حلاوة يا ولاد ايه الفيديو الحلو ده لا متقولش كده انت already كتبت كل جرامر ده والازئلة الموجودة تحت وحلتها ودلوقتي بتراجي معي جرامر وبتختبر نفسك متفرجش عليك كده لا متقولش كده continue يستمر finish ينهي hate imagine يتخيل like يحب prefer يفضل love يحب يبقى الافعال دي لما شوفها احط للفعل اللي بعدها ing على طول تمام انت هتاخد بعدين ان في افعال كمان بيجو وراها verb ing او to مصدر فعلا هتاخد الكلام ده بعدين زي مثلا stop بيجو وراها الاتنين بيجو وراها الفعل ing او to مصدر فعل مع فرق كبير في المعنى وعندي هنا برضو like ساعات بيجو وراها الفعل ing او to مصدر فعل prefer ممكن اقول would prefer او would like بيجو وراهم to مصدر فعل لو في would الكلام ده هتاخده بعدين خليك دلوقتي في grammar ده ان الافعال دي بيجو وراها فعل verb احط له ing for example على سبيل مثال i enjoy looking at the market stalls يعني انا بستمتع ان ابص على ايه اللي كشاك في السوق تمام يبقى هنا ليه look حطت لها ing عشان فيه حركة قبلها قبلها فعل من الافعال اللي بيجو وراها فعل حط له ing تمام a few years ago يعني انا وقفت العب ايه مجموعة القطرات بتاعتي من ايه من سنوات ايه فاتت الجملة في الماضي عشان كده هنا فيه عند الفعل حط له a d وفيه ago بتدلع زمن الماضي بسيط عملنا three global videos ثلاث فيديوهات عالمية بتتكلم عن the past simple tense زمن الماضي البسيط هسيب الرابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق وخلي بالك زمن الماضي البسيط ده grammar بتاع unit 7 الوحدة الاولى في الترمي التاني تمام طب ليه هنا playing هطلع ing عشان قبلها stop حركتها stop حركتها تمام خلي بالك من ايه grammar ده تمام هنا بديني exercise بيقول لي ايه بيقول لي read and correct the following ايه between brackets يعني ايه صحح الكلمات اللي بين ايه اقواص بناءا على الجملة وبناءا على grammar number one amal imagined space fly in a plane يعني امل تخيلت ان هي ايه بتطير ايه او بايه تركب طيارة يعني تمام ها يبقى هنعمل ايه ابص على قبلها يبقى imagine alza ing يبقى flying على طول تمام ايه دي هالهم بتاعها if 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 alza ing تمام if alza ing تمام تمام لازم space هنا ايه تمام كويس يبقى ليه حطط ing alza ing تمام number two gada prefers space play board games to skipping يعني غادا بتفضل ان هي تلعب العاب لوحية عن التلحب الحلو اولك suppression prefers playing board games to prefer playing board games to skipping يعني بيفضل شيء عن شيء خلي بالك من تود ينهر ابيض تمام يبقى play alza ing p l a y alza ing تمام انا قلت يعني ايه ادي كل ing باللون بتاعها علشان ايه تعرف ايه ان كده حطيت ing اهي ing اهي تمام ليه حطت ing عشان perifer بتفضل perifer alza ing perifer alza ing ويس خالص تمام number three we enjoy we enjoy space make up stories for our action figures يعني احنا بنستمتع ان احنا نقلف قصص للمجسمات الشخصيات الكارتونية بتاعتنا يعني وهو بيلعب كده بيعود يقلف قصص ايه ايه للعب بتاعته تمام نعمل ايه يبقى هنا enjoy alza ing make احط لها ing طب هعمل ايه هنا هو ايه فعل اخره حرف ايه بس ال ايه مش منطوقة اشيل ال ايه وحط ing تمام خلي بالك من الحتة دي m a k alza ing oi ing يبقى هنا make تبقى making كويس موسع الدنيا كده شوية making up u p اذن يا زبطت اوكي yeah enjoy alza ing we enjoy making up stories for our action figures تمام ليحطة ing اشان enjoy alza ing ايه فعل اخر ايه مش منطوقة اشيل ال ايه وحط ايه ing تمام number four my sister stopped هنا الايديت نطقته عشان قبلها حرف مش منطوقة من vocal cords stopped ما قلش stupid ما بقولش stupid لا بقول my sister stopped stopped space let me share her doll's house because i broke it عاوز اقول اختي وقفت ان هي تسمح لي اشارك ايه معاها ايه بيت العرايس لان انا ايه كسرته تمام يبقى لات هنا هو الزق ing هعمل ايه تعالى كده نشوف نضع игр اي底 ايفعل اخрем حرف ساكن واللي قبل متحرك لما اضيف اين جي اضاعف ايه الحرف الاخير يبقى حط ت تاني وحط اين جي اي ان جي تمام نوسع الدنيا كده عشان ايه تبقى كل حاجة واضحة قدام حضراتكم اهي نديها لون مختلف علشان ايه تبقى انت شايف الدنيا كويس اهي يبقى ليه هنا ضعفت علشان اي فعل اخر وحرف ساكن واللي قبله حرف متحرك انا بضاعف الحرف الاخير خلي بالك من حتة دي ينهر ابيض عالفيديو ده ينهر ابيض عالفيديو اللي مليان معلومات ده تمام اهي ال اي دي هنا تنطق الته خلي بالك انا عملت فيديو بيتكلم عن نطق ال اي دي اللي هي ال اي دي تنطق ته او ال اي دي تنطق ده او ال اي دي تنطق ايد اي دي ينهر ابيض تمام number five they finished space ايه ده finished ال اي دي تنطق ته عشان هنا الحرفين اللي قبلها اللي هو الشه الصوت ده مش منطق من vocal cords يعني ما بيعملش اهتزاز في الاحبال الصوتية شه 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 حطي ايدك كده على الاحبال الصوتية وانت بتقول شه مفيش اهتزاز خالص عشان كده ال اي دي اتنطق ته ته حرفة ته تمام they finished ما بقولش finished ما بقولش finished يعني هر ابيض they finished paint عفوا عفوا the posters and tided up tided 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 ايه ده ال اي دي تنطق ايد ايد اللي هي اي دي ليه علشان الحرف اللي قبلها المنطوق دي اي فعل اخره الحرف المنطوق بتاعه دي او تي لما حط اي دي ال اي دي تتنطق ايد اي فعل الحرف الاخير بتاعه دي او تي يبقى ال اي دي تتنطق ايد اي دي ايد tided tided invited wanted waited we did واحد كزا تمام يبقى they finished painting الزق اي نجي طبعا the posters and tided up يعني هم خلصوا اي اي تلوين البوسترات واي اي او المنصقات يعني ونتبوها نظموها تمام هنا paint عملها اي الزق ing ليه عشان عندي فعل هنا وfinished الزق ing تمام اي دي هالو بتاعها تمام نكتب بقى finish ونحط اي نكتب paint قصدي وحط اي ing ing تمام طبعا هو اي لازم اعمل space عش ما يحط ليش خط لازم تلوين لازم اي لازم الواحد ينظم كل حاجة تمام كوائس ليه هنا هو عطي لازم الواحد ينجي عشان ابلا وصيت على ابلا دي قاعدة من الحل بتاعي تمام نكتب 6 the last one here last night i finished space to doing my homework at 8 pm عاوز اقول اني الليلة الماضية انا خلصت اي عمل وقبي الساعة 8 عملت وقبي الساعة 8 تمام يبقى هنا هو على طول finish الزا اي نجي ما فيش تو طبعا يبقى finish doing d o الزا اي نجي اديها space بتاعتها اهو وهنا برضو space وديها color بتاعها ينهر ابيض تمام يبقى finish ما فيش تو على طول finish الزا اي نجي يبقى احنا كده عرفنا طريقة من الحل اللي نبص علعب لها دي طريقة من الحل خلي بالك الترجمة برضو last night i finished doing my homework at 8 pm انتهى الفيديو بتاعنا اعجبك اديها subscribe اديها like اديها share حامل الفيديوهات تغطي المناهج كلها مراجعة اشوفكم على خير good bye مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة